بعض الدول بما في ذلك بريطانيا فرضت عقوبات على السين ونعرض ذلك بالشدة ولن نقبلها أبدا إن السين لن تتسبب بالمشاكل ولن تأخذ مامة مبادرة لإثارة المواجهة ولكن إذا أسر على مواردة السين فنضر على رد على ذلك نامل بكل إخلاص أن يتمكن الشعب البريطاني من التخلي عن التحيز وأن لا ينشر الأكاذيبة ونامل أن يقدم المزيد من المساهمات لتعزيز تفاهم المتبادل بين السين وبريطانيا وتعزيز دمية السليمة للعلاقات الصنائية وقال مسؤول صيني إن بابا سينتيا مفتوح دائما وإنها ترحب بضيوف لكن لن ترحب أبدا بمن يأتي بنوايا سيئة شينجان هي مسكة رأسنا نرحب بالضيوف ترحيبا حارا لكن إذا جاء أحد إلى منازلنا لخلق المشاكل فلن نسمح بذلك نرحب بمن يأتي إلى شينجان بطريقة ودية وصادقة أو من يأتي لتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا بدلا ممن لديهم مواقف متحيزة وكأنهم يجرون تحقيقات نعارض ذلك بشدة كما عرضت في الاجتماع التعريفي مقاطع فيديو تقدم المناظر الطبيعية والعادات والإنجازات التنموية في سينتيا وعجب المسؤولون المعنيون في منطقة سينتيا الويغورية ذاتية الحكم والخبراء من ذوي الصلاة والشخصيات الدينية وممثلون عن الجماهير على أسئلة الضيوف البريطانيين حول حماية حقوق الإنسان في سينتيا وحرية المعتقد الديني وغيرهما من الأسئلة اشتركوا في القناة